هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت نشر قوات إضافية في العراق وأنها ستجهز باستخدام مروحيات أباتشي دعماً للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش وستقدم دعماً مادياً لقوات البشمرقة الكردية تخطط إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوسيع مشاركتها في الحرب المتواصلة ضد تنظيم داعش الذي ما يزال يسيطر على عدد من المدن العراقية وذلك عبر إرسال المزيد من الجنود والمعدات العسكرية ويعز الأمريكيون إرسالهم أعداداً إضافية من الجنود إلى تخبط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وفشالها في استعادة المدن الواقعة تحت سيطرة التنظيم فضلاً عن تدني معنويات القوات العراقية وسعي أطراف حكومية إلى الزج بميليشيا الحجد في مواقع متقدمة من المعارك مراقبون أكدوا أن الأمريكيين قد يراجعون بشكل جدري خيار الانسحاب من العراق خاصة أن العملية السياسية التي دعمها بعد غزو 2003 فشلت في تحقيق الاستقرار وستصاعد الإدارة الأمريكية حملتها العسكرية ضد داعش بالسماح باستخدام طائرات أباتش هجومية لمساندة القوات العراقية واستخدام مدافع من عيار 155 ملي متر في عملية استعادة الموصل فضلاً عن إرسال نحو 200 جندي ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى نحو 4100 جندي وجاء إعلان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر خلال زيارته الاثنين لبغداد حيث التقى مع عقادة أمريكيين ومع العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك أفاد بأن حكومة بلاده ستقدم دعماً مالياً لقوات البشمرقة بقيمة 415 مليون دولار كما وسترسل مزيداً من القوات والسلاح إلى العراق بالإضافة إلى 64 طائرة باتشي لدعم معركة الموصل وعودة الحكومة الأمريكية إذن دخلت حيز التنفيذ لتعود من الشباكة بحجة محاربة الإرهاب ودعم القوات الأمنية بعد أن خرجت مكرهة من بلاد الرافدين ترجمة نانسي قنقر